كانت تذاكر للحجاج من خلال مدريات التضامن عقب استخراك تأشيرات الحج من السفارة السعودية من المقرر أن ده يتم خلال الأيام المقبلة وكانت وزارة التضامن أكدت أنه تقرر سفر أول أفواج حجاج الجماعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجاري على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل وأنه جرى البدء في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم الحج هذا العام من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج لوزارة الداخلية المصرية واللي حتتولى التنسيق لاستخراك تأشيرات حجاج الجماعيات الأهلية خلال الفترة القادمة وده وفقا لموعيد سفر أفواج حجاج الجماعيات لعدد 700 حج